بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يمتاز الصبار الشوكي بفوائد عظيمة للشعر لأنه يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن المختلفة والمغضية للشعر وبصيلة الشعر لهذا نجده يدخل في الكثير من المستحضرات التجميل والكريمات والزيوت الخاصة بالشعر فوائده أنه يعالج تساقط الشعر حيث أن الصبار الشوكي الجال الموجود به يرطب الشعر بشكل كبير لقدرته الكبيرة على جذب المياه إلى جذور الشعر كذلك يعتبر من أفضل العلاجات الطبيعية لعلاج تساقط الشعر يعالج جفاف وخشونة الشعر يعالج الصبار الشوكي هنا الشعر الجاف والخشن والهائش وكذلك يقوم الصبار الشوكي في هذه الوصفة بتنعيم الشعر يعطيه لمعانا ونعومة فائقة جدا حيث يصبح شعرك ذا ملمز حريري وبراق وكذلك يعمل بالاستخدام المنتظم على إطالة الشعر وزيادة نموه وكثافته لأنه يحتوي على مادة الأولوين ومركب الجال الموجود فيه يعملان على زيادة طول الشعر ونمو الشعر لأنه يحتوي على معادن مثل الزينك والكاليسيوم والحديد والمغنيزيوم والبروتينات وأحماض أمينية يحتاجها شعرنا لينمو بشكل سريع وصحي وكذلك هذه الوصفة سعمل على علاج القشرة المزعجة كذلك يحتوي لأنه يحتوي على مركب الأذكريكونين الذي يطهر وينظف فروة الرأس من القشرة نأخذ في استخدام هذه الوصفة نأخذ الجال الموجود بورقة الصبار الشوكي طبعا أنا قمت بتجهيز الجال عفوا من قبل ونقوم بتنظيف الشوك طبعا بعناية حتى لا تؤذي نفسك بوضعه في الماء طبعا وتقليبه جيدا حتى يسقط منه الشوك نأخذ الجال المتواجد بداخل النبتة نضعها بالخلاط هذا السائل هذا الجال يحتوي على عدة فيتامينات كما سبق وذكرت يحتوي على عدة فيتامينات مفيدة للشعر نضع عليه ربع كوب من زيت الزيتون يمكنك استخدام زيت الصبار الشوكي كذلك في هذه الوصفة رائع جدا زيت الصبار الشوكي ومفيد للشعر ونقوم بضربه في الخلاط بهذا الشكل رائع جدا رائع جدا رائع جدا رائع جدا رائع جدا رائع جدا ونحصل على هذه الوصفة الرائعة جدا أو الكيراتين الطبيعي للشعر يوزع هذا السائل على الشعر لأنه يحتوي على فيتامين A الذي يغذي جذوى الشعر ويساعدك على استعادة صحة شعرك الجاف والتالف نقوم بتدليك فروة الرأس بهذا الكيراتين الطبيعي مرتين في الأسبوع وسوف تنبهرين من نتيجة شعرك من أول استخدام شعر حريري صحي ولامع يفيد كذلك هذا الكيراتين لحماية الشعر من الشمس الحارقة خصوصا بعد المصيف ويجدد الشعر التالث بسبب تأثير الحرارة نضع هذا السائل ويوزع على الشعر بالكامل ومع ضرورة وضع البني الشعر وتغطيته لمدة نصف ساعة فقط وبعدها يغسل الشعر بشكل عادي الوصفة آمنة الاستخدام للحوامل والمرضعات وحتى لبنتك الصغيرة من عمر خمس سنوات فما فوق كذلك للرجال لمن يرغب بتنعيم شعره يمكن استخدام هذه الوصفة يمكنكم حفظ باقي الخلطة في علبة محكمة الإغلاق في الثلاجة واستخدامها بالمرة القادمة إذا أحببت عمل كمية كبيرة يمكنك ضربها في الخلط وعمل كميات كافية حسب طول وكثافة شعرك في علبة فردية ووضعها بالمجمد بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته